احنا دلوقتي معنا وبنعرض لحضراتكم كواليس رحلة عودة بعثة النادي الاهلي كاملة من المغرب لحد الوصول هنا لمطار القاهرة الدولي هما وصلوا امتى وصلوا تقريبا قبل ساعة بالضبط من دلوقتي قبل ساعة بالتحديد من دلوقتي من 60 دقيقة وصلت بعثة النادي الاهلي لمطار القاهرة الدولي منتشيين بانتصار مهم ومميز واجابي ونتيجة اكثر من رائعة قبل مباراة الاياب اللي هتكون على ملعبك باذن الله يوم الجمعة اللي جاية الساعة 9 بالليل بنعايش حضراتكم الاجواء لحظة بلحظة وده دايما دور قناة النادي الاهلي وموجود كبير جدا في الحقيقة بيقوم بيه العاملين في القناة بصراحة يعني فبالتالي ده دور طبيعي جدا من قناة النادي الاهلي والدور الاهم كمان هو دور جمهور النادي الاهلي في المسندة دي لقطات لكافتا محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق عقب الوصول لمطار القاهرة وده لقطات من طائرة اير كايرو الناقل الرسمي لقناة النادي الاهلي وبرضه عايز افكر حضراتكم ان كل الرسائل اللي حضراتكم بتتبعوها دي برعاية بنك سايب الرعي الرسمي للنادي الاهلي فبالتالي يعني لحظة بلحظة بنقول لكم كل الكواليس دول رجالة ودول ابطال اللي وصلوا دوله اللي نازلين من الطيار لما يفرحونا لازم ياخدوا حقهم حتى لو الفرحة مؤقتة احنا دلوقتي بنسندهم وندعمهم وحنفضل وراهم ليه؟ لان احنا عندنا الثقة الكاملة في ان هما يقدروا حقاولنا البطولة رغم صعوبتها قلت لحرارتكم عنصر المهمين قوي التوفيق بإذن الله يكون حليف الاهلي ممكن تعمل كل اللي عليكم متبقاش موفق بس هبقى في حالة رضا عند جمهور الاهلي طبعا طبعا هبقى في حالة رضا جمهور الاهلي دايما بيبقى يعني طمعان في الالقاب وده حقه حقه طبعا لكن في نفس الوقت جمهور الاهلي بيهموا قوي الروح والأداء في الملعب قديت وعملوا بروح وبأداء مميز ما كنتش موفق ساعتها احنا مش هيبقى فيه أي لوم والعتاب يعني كنت موفق يبقى بإذن الله هتجيب لنا البطولة العنصر الأهم هو جمهور الاهلي كمان طبعا بجانب عنصر التوفيق جمهور الاهلي يفضل في ظهر فرقته ويفضل في ظهر جهازه الفني واللعابين اللقطات دي من استقبال شركة إير كايرو الناقل الرسمي لقناة الأهلي استقبالهم لبعثة الفريق لقطات مهمة واستقبال رائع في الحقيقة يعني ما خدناش البطولة لسه لكن في كل الأحوال دفع معناوة مهمة جدا دفع معناوة مهمة جدا سواء من خلال اللقطات دي أو من خلال طبعا جمهور الاهلي بشكل كامل يعني دوافع كلها معنوية مهمة جدا بالنسبة للعابين واعتقد اللعبين استعدوا ساقطهم الكاملة جدا جدا بعد الفوز على منافس قوي جدا زي منافس الوداد على ملعبه ووسط جماهيره وبالمناسبة الوداد آخر مباراة خسرها في بطول الدوري أبطال أفريقيا على ملعبه كانت من الأهلي في 2016 كانت برضو من الأهلي في 2016 لو تفتكروا المباراة اللي كانت بهدف رامي ربيعة في دور المجموعات على ما أتذكر كان رامي ربيعة أحرز هدف الفوز للنادي الأهلي في هذه المباراة الكلام ده من أربع سنين في 2016 آخر مباراة خسرها الوداد على ملعبه كامل أهلي وأول مباراة يخسرها الوداد من أربع سنين كانت من الأهلي برضو اللي هي مباراة الأمس في زهاب دور نصف النهائي مبطول الدوري أبطال أفريقيا اللقطات اللي بنشوفها اللقطات من اللاعبين اللقطات من موظفي شركة إير كايرو الناقل الرسمي لكاناطي النادي الأهلي اللقطات للكابتن محمود الخطيب للأستاذ طريقان دي العضو مجلس الإدارة الناس كلها بتحاول تلتقط بعض الصور التسكرية مع كابتن محمود الخطيب بخلاف أنه طبعا يعني نجم كبير في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ الكورة المصرية لكن هو أيضا رئيس النادي الأهلي ودي حاجة لوحدها شرف ما بعد وشرف لأي شخصية يكون متواجد على رأس المنظومة الخاصة بالنادي الأهلي